انشرفت النهاردة بدعوة للمكان ده قصر ثقافة مدينة بابا بصراحة مكان جميل جدا والمجهود اللي قايم عليه الرجل المحترم الجنبي ده موديل قصر الثقافة يخلينا نتكلم عن المكان بمحبة كبيرة جدا مكان في مدينة صغيرة لكن مجهود رائع الرجل ده فضل ورا المكان ده لحد ما حاوله من مكان مهجور للمكان الجميل اللي هتشوفه ده اول ما بندخل بتلاقي على اليمين دي غرفة الكاميرات اللي بتظهر كل حاجة موجودة في المكان حتى برا المكان عشان تكون موجود في مكان آمن بالنسبة 100% المكان رائع تعالوا ناخد جولة جواه ونشوف بعد ما نطلع من هنا في هنا غرفة الكهرباء وغرفة الكهرباء دي طبعا حاجة تصصنا فلازم نتكلم عنها المكان متجهز تجهيز عالي جدا لدرجة انه ممكن يستغنى عن الكهرباء لمدة 6 ساعات متواصلة لو الكهرباء اطعد وبالتالي المكان يقدر يشغل نفسه عن طريق الاجهزة دي لمدة 6 ساعات متواصلة دايما نشايفين كده احدث اجهزة موجودة بصراحة وكمان معمول حساب كل حاجة تعالوا بينا هنطلع في قد الوقتي هنشوف حاجة روعة دخلنا هنا دي اسمها غرفة الاسقاط ودي اللي بتتحكم فيه المسرح والسينما اللي موجودة في المكان ده المسرح والسينما هنروح عند مكتب مدير قصر الثقافة الرجل ده بصراحة يعني قليل لما تلاقي حد شغال في مكان بيحبه للدرجة دي شغال تقريباً لـ 24 ساعة دي الغرفة بتاعته قبلك بمحبة جميلة جداً ابن بلد رجل محترم جدع زي ما يقولك يعني قليل لما تلاقي موظف حكومة بالمنظر ده دي قاعة التدريب لطبعاً لأن المكان فيه مصرح زي ما اتفقنا دي قاعة للتدريب الفرق زي الحاجات اللي انت بتشوفها في الأماكن راقي قوي زي ما يتشوف فيها بالصوت مكيفة برضو طبعاً المكان معمول على يعني ايه على احدث مستوى معمول حساب التفاصيلات الصغيرة جداً انا شفت المكان ده قبل ما يتبنيه او على وضعه القديم يعني هو تحول تحول بالنسبة 180 درجة من مكان مهجور لمكان في معمول حساب كل حاجة زي ما قلنا دي حمامات على مستوى علي جداً معمول فيها حساب كل حاجة يعني بصراحة شغلة عالية طبعاً اي حاجة احنا بنشوفها كويسة لازم نسلط الضوء عليه ده واحد من الأنشطة اللي برضو موجودة في القصرة من القصرة تقريباً شغالها 24 ساعة ده المسرح والسينما زي ما نشايفين كده فتحوا قفل السطرة طبعاً حاجة يعني ايه جميلة اوي حتى الشاشة السيمة بتنزل من فوق مش حاجة ثابتة زي ما نشايفين كده انا سعيد جداً ان انا شفت المكان ده النهاردة وحبيتها وريكم طبعاً احنا في مدينة بيبا ومحافظة بنشوف للي ما يعرفش يا جماعة دي الحمامات الموجودة في المسرح للفرق طبعاً او الفرق التمثيل ده واحد كمان من النشاط اللي موجود فعلياً وانا موجود في المكان لان المكان زي ما قلت شغالها 24 ساعة ده دكتور بيتكلم في حاجة تخص علم النفس فنها دي الادب وانا موجود ترجمة نانسي قنقر